موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يم الدين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام مع حصة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم علماء منسيون سنتحدث في هذه الحصة عن عالم جزائري من العلماء المنسيين فما زل مع العلماء المنسيين في جزائرنا الحبيبة الناس من جهة الآباء أكفاء أبوهم آدم والأم حواء وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة كل مرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء لقد رفع ربنا تبارك وتعالى مكانة أهل العلم العالمين مكانة أهل العلم العاملين بعلمهم الذين لعبوا دورا بارزا في الحياة العلمية والتعليمية وإصلاح وتهذيف النفوس ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد الحواس هرباجي رحمه الله عالم من كبار علماء الشرق الجزائري ولد بمجانة بولاية برج بعريريج حيث كان والده الشيخ سعيد يدرس القرآن فيها وذلك سنة 31 و800 ألف للميلاد فحفظ القرآن الكريم على والده ثم بعد ذلك انتقل إلى زاوية الشيخ الحداد ثم بعد ذلك انتقل إلى ولسيد حمد عند أخواله في خلفون عند خاله التوهامي ثم بعد ذلك درس كما قلنا في زاوية الشيخ الحداد التي أسسها الشيخ علي الحداد فهو درس عند الشيخ الحداد صاحب الثورة المعروفة فاستفاد من علمه ثم بعد ذلك رجع إلى ولسيد حمد ثم أسس زاوية في عين الديسة أسسها سنة ستين وثمانمائة والف للميلاد الذي يوافق سنة سبع وسبعين ومائتين والف للهجرة وكانت زاوية رائدة كان يدرس فيها العلوم الشرعية واللغوية ودرس فيها كثير من علماء الإصلاح من العلماء الذين درسوا فيها الشيخ محمد البشير إبراهيمي رحمه الله كما ذكر ذلك في مقال يوجد في آثاره ذكر بأنه مكث خمس سنوات في هذه الزاوية درس فيها واستفاد فيها العلوم الوفرة وهذه الزاوية كانت مركزا علميا معروفا في تلك المنطقة وكانت قبلة لكثير من علماء الإصلاح من العلماء الذين درسوا فيها الشيخ محمد المستاس الإبراهيمي الشيخ محمد المستاس الإبراهيمي من العلماء الذين درسوا في عدة مدارس حرة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين كذلك هذه الزاوية درس فيها الشيخ المكي طالب الإبراهيمي وهو عم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وذكر بأنه تعلم أول مرتين عليه وهو أول من علمه الحروف كما ذكره كذلك من العلماء الذين درسوا فيها ابن الشيخ محمد الحواس هرباجي وهو الشيخ محمد طيب والشيخ محمد طيب هو الذي تولى مسؤولية الزاوية بعد وفاة والده كذلك من من درس في هذه الزاوية الشيخ محمد السعيد هرباجي والشيخ محمد السعيد هرباجي هذا درس عند العلامة عبد الحميد بن باديسة رحمه الله في الجامع الأخضر في مدينة قسنطينة وهو الذي تولى مشيقة الزاوية بعد وفاة أخيه الشيخ محمد طيب كذلك من من درس في هذه الزاوية في زاوية عين ديسة بولسيد إحمد الأخضر يحيى الشريف وهو والد الشيخ عبد الرحمن بن بيبي الذي سبق لنا نتحدثنا عن حياته في حصة ماضية وهو الذي أسس جامعة قصر الطير إلى غير ذلك من العلماء الذين درسوا في هذه الزاوية واستفادوا من العلوم التي كانت تدرس فيها إذا لعبت هذه الزاوية دورا بارزا في تدريس العلوم الشرعية واللغوية وفي إحياء التراث وكذلك في إصلاح الخصومات التي كانت تنشب من حلل الآخر بين أبناء المنطقة ولعبت دورا بارزا في الحفاظ على هوية الشعب الجزائي المسلم عملت على الحفاظ على اللغة العربية والحفاظ على الإسلام في تلك المنطقة ولا شك أن هذه الزاوية بما أنها قامت بهذا الدور البارزي قامت سلطات فرنسية بتدميرها كما دمرت العديد من الزاوية والشيخ محمد الحواس هرباجي واصل مسيرته الدعاوية والتعليمية حتى توفوه الله تبارك وتعالى سنة 92 وثمانمائة وألف للهجرة الذي كان يوافق سنة 90 وثلاثمائة وألف للهجرة إذن توفي سنة 92 وثمانمائة وألف للميلاد بجبل الطور بمصر بعدما كان مسافرا بعد حياة حافلة بالعطاء وهذه الزاوية قام سلطات فرنسية بتدميرها مما يدل على المكان المتميز التي كانت تقوم بها ولا شك أننا حين نتكلم عن الزاوية كثير من الناس تنفر طباعهم ولا يريدون أن يسمعوا الحديث عن الزاوية لأنهم يظنون بأن كل الزاوية كانت تنشر الخرافات والبدع وكانت تسير في فلك السلطات الاستخرابية وليس الزاوية صنفا واحدا وإنما من نظر إلى حال الزاوية وبحث في حالها وأمعن النظر فيها يجد بأن الزاوية تنقسم إلى قسمين كما ذكر شيخنا محمد صالح صديق وكذلك الشيخ محمد طهر آية علجة وكذلك الشيخ عبدالقادر العثماني وغيرهم من كبار العلماء الذين درسوا في الزاوية ودرسوا في الزاوية ونشأوا فيها فهناك الزاوية التي كانت زاوية خرافية تنشر الخرافات والبدع زاوية البندير زاوية الزردة والهردة إلى غير ذلك تلك الزاوية كان دورها لا يخدم المجتمع وإنما كانت تنشر الخرافات والبدع والذين يقومون عليها همهم جمع الأموال بشتى الوسائل وهناك الزاوية العلمية التي كان يقوم عليها العلماء والتي لعبت دورا بارزا في الحفاظ على هوية الشعب الجزائي المسلم ومن هذه الزاوية الزاوية التي نتحدث عنها زاوية عين ديسة بولسي ديحمد هي زاوية اللعبة دورا بارزا مما يدل على ذلك أن كثيرا من علماء الإصلاح درسوا فيها وعلى رأسهم الشيخ محمد البشير إبراهيمي كما صرح بذلك في مقال نشره في آثاره وربما نشر قبل ذلك في جريدة البصائر أو في جريدة أخرى فحينما ننظر إلى حال الزاوية نجد الزاوية التي كانت تسير في فلك الاستخراب الفرنسي وهناك الزاوية العلمية التي لعبت دورا بارزا في الحفاظ على الهوية الوطنية فزوايا البدع كان الذي يشرف عليها بعض المنحارفين من الطرقيين الغالين الذين لم يكنوا من العلماء بينما الزوايا العلمية التي كان يشرف عليه العلماء كانت تهتم بتدريس العلوم الشرعية واللغوية ولعبت دورا بارزا في الحفاظ على الهوية الوطنية وكانت لها صلة وثقة بعلماء الإصلاح كهذه الزاوية التي نتحدث عنها كانت عندها صلة وثقة بعلماء الإصلاح فقام السلطة الفرنسية بتدبير الزوايا العلمية التي لعبت دورا بارزا في الحفاظ على الهوية الوطنية فكانت الزوايا العلمية تقوم بالمحافظة على اللغة العربية والإسلام لذلك تنبهت السلطات الاستخرابية فوضعت مركزا للتنصير أمام كل زاوية علمية وضيقت على الزوايا العلمية التي كانت تهدف إلى توعية الشعب الجزائري وإلى بث روح التحرر في الجزائريين التي قادتهم للقيام بثورات شعبية من أجل تحرير البلاد من رجل الاستخلاب الفرنسي الغاشم من الزوايا التي دمرتها فرنسا زاوية الشيخ عبد الرحمن يلولي كذلك من الزوايا التي دمرتها فرنسا زاوية الشيخ يحيى العيدة لي بتامقرة كذلك زاوية الدلس سيد عمر الحاج قام السلطة الفرنسية بتدميرها إلى غير ذلك من الزوايا التي دمرتها فرنسا فالشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله كانت له صلة وثيقة بالزوايا العلمية وهذا الذي يجهله كثير من الناس فكان شيوخ الزوايا العلمية يحترمونه ويجلونه وكانت بينهم مرسلات تدل على المكانة العظيمة التي كانت بين شيوخ الزوايا وبين الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله فالشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله زار زاوية طولقة الزاوية العثمانية المعروفة وذلك سنة ست وعشرين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة ثمان واربعين وثلاثمائة وألف للهجرة وكتب بعض الأبيات التي نشرت في جريدة النجاح في تلك السنة عرّجوا نحي منازل الأمجاد ونؤد حق زيارة الأسياد ونحط أرجلنا بدار كرامة ونحط أرجلنا بدار كرامة إلى آخر مقال ما بين طلقة وبرج حيث تبصر نور الله في إصعاد وتحدث عن الدور الذي تقوم به الزوايا فهي الملاذ لكل جان خائف وهي الشفى من وصلة الأنكاذ فالشيخ عبد الحميد بن مديس رحمه الله كانت عنده نظرة معتدلة بخصوص الزوايا فهناك الزوايا المنحرفة التي تنشر الخرافات والبدع والتي تحارب الدين والتي وقفت مع السلطات الاستخرابية وهناك كذلك الزوايا العلمية التي حافظت على الإسلام وعلى اللغة العربية حتى وإن وجد فيها بعض النقائص ولكنها لعبت دورا بارزا في الحفاظ على الثوابت الوطنية نعم والشيخ معمص صديق ذكر بأن نظرة الناس إلى الزوايا تنقسم إلى ثلاثة أقسان هناك من ينظر إلى الزوايا بأنها أوكار للخرافات والبدع بمعنى أنه لا يفرق بين زاوية وزاوية لذلك كثير من الناس إذا سمعوا بمصطلح الزاوية تنصرف أذهانه مباشرة إلى الخرافات والبدع والشركيات ولا شك أن الزوايا في الجزائر لم تكن من هذا الصنف وإنما توجد الزوايا التي انحرفت عما أنشأها المؤسسون فصارت في ركاب البدع والخرافات والشركيات وهناك الزوايا العلمية التي حافظت على وظيفتها التي أسست من أجلها فكانت تنصر العلم الشرعي وتحفظ القرآن الكريم ولعبت دورا بارزا في الحفاظ على الهوية الوطنية حتى ولو وجد فيها بعض النقائص وهناك من ينظر إلى الزوايا بأنها أوكار لنشر العلم وتعليم الناس وتهذيب أخلاقهم فينظرون إلى أن الزوايا كانت تمثل جانبا إيجابيا فقط ويتغاضون عن الجوانب السلبية وعن الزوايا كذلك التي انحرفت عن الجادة فعملت على خدمة المستخرب الفرنسي في الجزائر وعملت كذلك على تدمير العقول وتدمير الأخلاق ولعبت دورا سلبيا أسهم بشكل كبير في خدمة الاستخراب الفرنسي مما يدل على ذلك أن السلطات الفرنسية كانت تقوم بإعانة هذه الزوايا بل إنها كانت تساعد الناس الذين يرغبون في الذهاب إلى الزردات والوعدات كما ذكر بعض الباحثين وبعض المؤرخين بناء على الشهادات التاريخية كان السلطة الفرنسية إذا علمت بأن زردة ستقام في مكان معين فإنها تجعل النقل مجانيا النقل في القطار تجعله مجانيا من أجل أن يذهب الناس إلى تلك الزردات وتلك الوعدات التي قامت بشكل كبير في تدمير كثير من العقائد التي كان عليها الجزائريون في تلك المرحلة وإلى حلقة أخرى مع عالم جزائريين من العلماء المسيين وسبحانك الله وبحمدك أشهد الله إلى أنت أستغفرك وأتوب إليك لينير في الظلوم ترجمة نانسي قنقر